مياه المطر مالت الشوارع طرق رئيسية كبيرة أفلت سيول ضخمة على غير العادة غطت طريق شرم الشيخ دهب إيه هي المناطق المهددة بالسيول في مصر؟ وهل السيول دي فايدة ولا لأ؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده فترة صعبة بتعيشها بعض المناطق في مصر حالياً سيول ضخمة مالت الشوارع المياه بكميات كبيرة جداً بقت صعبة على المواجهة ووجب تجنبها وغلق الشوارع دي وعشان الخطر ما يبقاش كبير وجب التنبيه عن المناطق المصرية المتوقع حدوث سيول فيها أغلب المناطق دي بتوجد في سيناء والصحراء الشرقية وأجزاء أخرى من مصر فيها كثافة سكانية كبيرة مش قليلة حتى قاهرة معرضة لسقوط الأمطار بها بكثافة بس مش خطر قوي زي باقي المناطق التانية المناطق دي لها حاجة بيقولوا عليها مخراط وهي مخصصة للسيول يعني من زمن الزمن وبيبقى فيها مطر شديد بيقلب للسيول ضخمة جداً بتصب المخراط دي في خليج العقبة وبتسبب مشاكل في أجزاء من طريق نوابع طابة على ساحل خليج العقبة وطريق نوابع الممتد وطريق طابة الممتد وكل الطرق دي بتتأثر بالسيول في وقت واحد وبالنسبة للمناطق الحضرية شوية ففيه اللي ممكن يحصل فيها مشاكل كبيرة بسبب جريان المياه الكثيف بها واللي بيوصل لمعدلات عالية جداً سببه وادي دجلة القريب من مناطق المعادي وطرى ومنطقة وادي حوص الغريب بقى إن مياه السيول دي طلع فيها فايدة وده اللي ذكروا موقع القاهرة 24 الإخباري في تقرير لي من شوية استندوا في التقرير ده على تصريحات الدكتور أحمد فوز دياب كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة وأستاذ المياه بمركز بحوص الصحراء الخبير قال لهم إن مياه الأمطار والسيول السنادي ممكن الاستفادة منها بشدة وده ضرورة ملحة المصر لتعويض جزء من اللي بتفقده من مياه النيل شرح الخبير إن مصر تتعرض سنوياً لمليار ونص مكعب من مياه السيول يمكن استغلال بعض المياه دي في الزراعات الموسمية باعتبارها مصدر متجدل للمياه وبكده هتوفر على الحكومة والمجارعين جزء من المياه يمكن استغلاله في أوقات الجفاف الأخرى وده برضو رد عليه الخبير وحكى إنه يمكن تخزين المياه دي عن طريق السدود والحواجز المائية بمدن دهب ونويبع وشرم الشيخ وكمان وادي فيران وجنوب سيناء وإن ببساطة خالص يمكن تطهير وإزالة العوائق الموجودة بمخراط السيول لتهيئتها وتجهزها لاستقبال مياه السيول ده طبعاً مع إيديات خطط مسبقة قبل حدوث السيول لضمان التنفيذ الجيد والتأكد من إن الخطة ماشية سليمة في النهاية أنتم مستعدين للسيول دي ولا لأ؟ وإيه إحسياتات كل واحد منكم عشان يتجنب السيول ويبعد عنها؟ ولا أنتم سايبينها كده تمشي الوحدة وخلاص؟ مع العلم أن في من السيول دي حصل قبل كده سببت مشاكل كبيرة جداً في مصر زي مدن إدفو وإينا وأسوان تعرضوا قبل كده المشاكل حتى تسألوا أهليكم هتلاقيهم فكرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر